السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيدي النهاردة هنتكلم عن افضل انواع تجي بيها للبيض طبعا اللي عنده بيض او عنده فراخ بتبيض النهاردة عنده كنس وانا بنصحك اي حد اي حد عنده ان كانية انه يربي فراخ للبيض ما يتأخرش واللي هتكلفيه النهاردة جنيه بكرة هتكلفيه عشرة واللي ما بدأش وما عملش يبدأ ويعمل النهاردة احسن من بكرة واذا بدأتي وجبتي النهاردة احسن ما تستني لبكرة كل يوم بيعدي انت اللي بتخسري الحاجة النهاردة احسن من الفلوس لما يكون عندك فراخ في البيض بتبيض احسن من ان انت تشتري لان زي ما انتوا شايفين الاسعار عاملة ازاي وعلى فكرة تربية الفراخ البيضة ما فيش اسهل منها وكمان ما بتاكلش كتير ما بتكلفكش حاجة بتأكلها اكل عادي بار تأكلها بايا اكل البيض بس في نفس الوقت هتديك حاجة يعني تغنيك عن ان تفضل تشتري وكده فتربية الفراخ البلدي او البيضة في البيض دي حاجة اساسية في مشاكل كتيرة بتقابلنا لما بنيجي نفكر اننا الرب الفراخ البيض بسم الله ما شاء الله شايفين كمية البيضة الله هو اكبر حاجة كده عظمة يعني اكبر مشكلة ممكن تقابلك وانتي عايزة تربي فراخ انك ممكن تجيب نوع غلط نوع الغلط ده هيكل منك كتير وفي الاخر مش هيديك انتاج او بس تلاقيه بعد ما باد رجع قطع بيد ومرجعش تاني او ان انت كمان يحصل معهم امراض تجلهم امراض تجلهم مشاكل ما تعرفش تسترفي فيها كل الحاجات دي ات ان شاء الله محلولة انا عامل على القناة اكتر من دورة طلبية الفراخ البيضة من غير تحصين خالص فاكرين زمان احنا كنا بنقول مش هنقدر نربي الفراخ بيضة الا لازم تحصينات ولازم تدي مش عارفة كل كم شهر تدي تحصين وكده يا كده يا ام الفراخ مش عارفة اجرالها ايه طب انا هوت الحمد لله بقالك كزا سنة اكتر من خمس ست سنين برب الفراخ البيضة من غير ولا تحصينات ولا اي حاجة خالص خالص تربية عادية جدا بالاعشاب لما لقدر الله يحصل مشكلة او مرض بنعليكم بفضل الله هاتي وربي واي مشكلة عندك اكتبيلي في التعليقات اي حاجة يعني حصلت مشكلة مع الفراخ اكتبيلي وان شاء الله اكتبلك على العلاج باذن الله نحل المشكلة مع بعدي يبقى دي كده كمان هم الايه الامراض فاضل هم ايه بقى احنا قلنا هم الاكل كمان الاكل كمان برضو فيه بالنسبة لموضوع الاكل انا عامل قايمة تشغيل على القناة هنا اه كم فيديو كده لوصفات اقتصادية جدا 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 هتخليكي حتى انا عن نفسي بقيت استغنى عن العلف البيض بفضل الله يعني حتى العلف البيض راخر بقيت استغنى عنه انا كنت بعمل واول خلطة موفرة بحط عليه علف بيض دلوقتي لا بقيت اعمل خلطات كلها اقتصادية جدا جدا من البيئة حواليك كده ومن غير علف بيض يعني بنسبة بسيطة قوي اه ايه تاني بقى ان شاء الله بكرة اعمل لكم فيديو عن الاكل اللي انا بأكله ليهم اللي هو الناشف بقى غير الوصفات بتاعت التوفير دي كده خلص كده خلصنا مشكلة الفراخ اللي هي الاكل ومشكلة العلاج اه عايزة تربي من اول يوم لاخر يوم اكتبيلي جيبت لو جيه اول ما تجيبي اكتبيلي في التعليقات وانا حطلك الرابط بتاع الفراخ دي من اول يوم ما تربيت لاخر يوم ماشي كده تمام طيب دلوقتي بايز نعرف ايه الانواع اللي احنا نجيبها علشان خاطر تبيد معانا كويس افضل واحلى واجمل نوع اللي هي الفراخ البلدي الحر وده مش هتلاقيه موجود دلوقتي كل اللي موجود على الساحة او موجود في المزارع او موجود في المكاتب اللي هي بتبيع الكاتاكيت الصغيرة كله مهجن فانك تلاقي بلدي حر دي حاجة ممتازة جدا بتبقى الفرخة صغنطوطة خالص كده وكاتكوت صغنطوط ما بيكبرش بس ما شاء الله عليها في المناعة وفي البيض رهيبة جميلة جدا وكمان ما بتاكلش كتير فهتوفر معاك كويس او ومشكلة البدى الصغيرة هنحلها بمالهاش ما هياش مشكلة كبيرة يعني عاملة برضو فيديوهات كتير على القناة ازاي تخلي حجم البدى يبقى كبير بتاع الفراخ حتى لو بلدي حر اللي زيه بالضبط بالضبط الفيوم الحر ده زي البلد الحر واحلى كمان الفيوم الحر ده من اجود واحلى انواع الفراخ البيض تمام؟ كده احلى نوعين ثالث نوع وهو ده اللي موجود ومنتشر في الدنيا كلها اللي هو البلدي الحجين بيقبرة عن بيجيبوا فراخ بلدي ويهجنوها مع فراخ ساسو وبتلعلك فيها فراخ حلوة للبيض وفراخ حلوة للأكل يعني بتمشي ده وده لتربيها واما تكبر البلدي الحجين دي اتعيبها ان هي بتقعد لحد ستة وسبع شؤور على بالمضبيض عيبها التاني ان بيبقى مثلا لو انت جبتي عشرة خمستاشر بيطلع فيهم خمسة ستة هجين تقيل او زان تقيلة لازم تتبح ديا بعد ما تبيرد لكي كده شهرين تلاتة وتفرح بالبيض بتاعها لازم تتبحيها اللي هي بتلاقي وزنها بيعدل اتنين كيلو ونص وثلاثة كيلو دي تتبحيها وتخلي الباقي ده كده البلدي الحجين او البلدي المشعر اما النوع الجميل جدا 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 واللي بقى منحظك اللي انت تعرفي تجبيها او تلاقيها لانه يعني انا مرة واحدة جبتها او مرتين وبعد كده مبقيتش تلاقيها الفراخ الجميزة البيض الاصلية وزنها كبير وبيضتها كبيرة واكلها قليل ما بتكونش كتير زي الفراخ الهجين ولا الفراخ الروزي كمان ما شاء الله عليها بقى في انتاج البيض ما شاء الله لكوة الا بالله يوميا كده لازم تبيض كمان لو ده بحتيها طعمها احلى من الحمام ومن السمان بجد ما فيش فيها عيب ما فيهاش غلطة الفراخ الجميزة ده غير كمان ان مناعتها قوية جدا جميزة بيض لان خلي بالك فيه جميزة هجين جميزة الهجين دي بتبقى ليه الاكل فقط للتسمين والفيوم الروزي للاكل فقط للتسمين مش للبيض كده قلناك جميع الانواع وقال المشكلة وهنحلها ازاي فاضل ايه تاني بقى فاضل امتى احسن وقت تشتري فيه كتاكيد صغيرة كتاكيد صغيرة عشان تربيها لانتاج البيض افضل وقت هو اخر شهر اربعة دي بامانة بمنتهى الامانة يعني عشرين اربعة كده تجيبي الكتاكيد بتاعتك لكن لو انت عايزة تربيها من دلوقتي وجوداتي وتعرفي تدفيهم كويس وتعرفي تتعاملي معاهم هاتي من النهاردة متستنيش لان الايام اللي احنا فيها دي ايام صعبة وكل يوم الدنيا بحالة فراخ البلدي بقى من زيتها ان انت لما هتجيبيها مش هتستهلك معاكي علف خالص يعني هتحتاج علف اول عشرين يوم اول عشرين يوم بس اللي هتحتاج فيهم علف ليهم علف تركيز تلاتة وعشرين في المية يعني مش هيحتاجوا على حسب من العدد اللي هتجيبيه بس هتحطي معاهم بداية العلف برضو من اول يوم ان شاء الله مش هيحتاجوا منك اكل خالص ولا هيكلفوك في حاجة لان الفراخ البلدي ما بتاكلش كتير زي ما قلتلي مش هتحتاج اكل كتير زي الفراخ التسمين وكده الفراخ البياضة ما بتحتاجش اكل كتير كده يبقى تمام التمام هتعملي معاهم شوية حاجات بسيطة كده صيانة دورية كل شهر حاجات الزامية لازم تعمليها كل خمستاشر يوم وبس وتوفروا لهم مكان مهم جدا للشمس يعني المكان يكون بتدخله شمس وهوى ما يكونش فيه طيارات هوا لكن يكون فيه شمس مهمة اوي لو انت لسه هتجهزي مكان النصيحة مني ما تعمليش شباك بحري ولا شباك جنوب يعني لا في الشمال ولا في الجنوب اعملي الشبابيك تكون ابلي وشرقي ابلي وشرقي لو هتفتحي فتحة ناحية الشرق او ناحية الغرب مفيش مشكلة انما انك تفتحي في الشمال والجنوب هتلاقي طيارات هوا جديدة جدا هتخلي الفراخ دايما تاخد معاك برده وعطسه وكلام من ده الفراخ اللي نوعها حلو بتبيت كل يوم الفراخ اللي متربية كويس ومتأسسة كويس هتبيت كل يوم لما تبيت كل يوم هتعوضك اكلها لكن لما تجيبي فراخ وتفضل يتأكل فيه معاملين يتخانوا وما بيبدوش او تبيت يوم ويوم تبقى كده الفراخ هواقف عليك بخسارة وعلى فكرة مهما كانت الخسارة في الفراخ مش هتيجي ابدا زي ان انت تشتريها غالية شكرا لكل الناس المحتربة اللي وصلت في الفيديو للاخر مش عايزة منكو غير بس كلمة حلوة كده في التعليقات دعوة حلوة وتعملوا لايك وتشاركوا في القناة لو انتو بتشوفونا الاول مرة وانا بكون سعيدة جدا جدا باسئلتكم اتمنى ان انتو تسألوا ما فيش اي مشكلة خالص وانا على قد مقدر بجيب على كل الاسئلة